ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني اجتماعاً تنسيقياً مع الإطارات المركزية لمناقشة مختلف البرامج المسجلة في ورقة طريق القطاع التي تمت المصادقة عليها مؤخراً من طرف مجلس الوزراء ويتعلق الأمر بتحضير مؤشرات الخطة العملية الخاصة لتطوير الزراعات الاستراتيجية على غرار الحبوب حيث أعلن في ذات السياق أدوان الجزائر المهني للحبوب في بيان له عن إبقاء نقاط تخزين الحبوب مفتوحة للفلاحين إلى نهاية شهر سبتمبر القادم وحسب ذات البيان الذي نشرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يكشف فيها الدوان الجزائر المهني للحبوب كفت فلاحي شعبة الحبوب أن نقاط جمع محاصيل حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي ستبقى مفتوحة إلى غاية 30 سبتمبر المقبل كما تضمن ذات البيان منح تسيلات بالنسبة للفلاحين الذين يفتقرون للوسائل النقل حيث يمكن أن تتكفل تعاونيات الحبوب والبقول الجفة بنقل محاصلهم من مزارعهم إلى النقاط التسليم وحسب توقعات سابقة لوزارة الفلاحة يرتقب عن تشهد الجزائر وفرف منتوج الحبوب خلال حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم ببلوغه 56 مليون قنطار